موسيقى يترتب عن مقاومة الأجسام للمضادات الحيوية تأثيرات في معظم بلدان العالم ولكن من الاستحالة الحصول على نظرة عالمية شاملة لهذا الوضع من دون نظام آمن لجمع البيانات ولذلك دعونا نركز على إحدى المناطق الاستثنائية في العالم منطقة الشرق الأوسط تعالج منظمة أطباء بلا حدود في إحدى مستشفياتها في عمان الأردن مصابين من العراق وسوريا وقد لاحظت أن نسبة 50% منهم أصيبوا بعدوى جرثومية مقاومة للعقاقير لماذا؟ لنلقي نظرة على السياق أولاً النزوح السكاني الناتج على النزاعات يعزز من انتشار البكتيريا بالإضافة إلى ذلك فأن تدمير المستشفيات وسوء النظافة العامة يؤدي إلى حصول الجرحة على علاجات في أجواء غير صحية كما تنتج مقاومة المضادات الحيوية عن ظاهرة عالمية وهي مبالغة الأطباء في وصف المضادات الحيوية وتوافر هذه المضادات في المتاجر وإساءة استخدامها من قبل المرضى كيف تحصل مقاومة المضادات الحيوية إذن؟ تصبح البكتيريا مقاومة إما بسبب طفرة جينية عشوائية وإما لأنها تغد أقوى مفعولاً من المضاد الحيوي مع التعرض المتكرر له وبالتالي تتعلم صده ولفهم كيفية انتشار مقاومة المضادات الحيوية دعونا نلقي نظرة فاحصة على عينة بكتيريا مشابهة لما يوجد داخل أجسامنا بعض البكتيريا نافعة لأجسامنا وبعضها الآخر يضرون عندما يتم إدخال مضاد حيوي معظم البكتيريا تختفي بما فيها البكتيريا الجيدة الموجودة لمساعدة أجسامنا في الدفاع عن نفسها لذا تبقى البكتيريا المقاومة وقد تتكاثر أو قد تنقل كذلك المعلومات للبكتيريا الأخرى لتبين لها كيف تصبح مقاومة وقد يؤدي هذا الأمر إلى مشاكل صحية خطيرة صعب للغاية قد يكون من المستحيل علاجها فما الحل؟ لا توجد مضادات حيوية جديدة في الأفق وعلى أي حال فإن انتظار ظهور أدوية جديدة في السوق ليس خياراً حيث ستتكرر العملية بأكملها من جديد إن منع مقاومة البكتيريا يدعو إلى مهاجمة الأسباب الجذرية أولاً الأسباب السلوكية التي تجعل الناس تدرك الحاجة إلى استخدام المضادات الحيوية باعتدال ومن الأفضل إبلاغ العميدين في مجال الصحة لتجنب الوصف غير المناسب أو الإفراط في وصف الأدوية ولكن يجب علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك ومعالجة النظام الصحي نفسه من الضروري تنظيم بيع المضادات الحيوية وإنشاء شبكات مراقبة صلبة إن لم نفعل ذلك من الممكن أن ننسى العديد من المضادات الحيوية مستخدمة اليوم